two forces f and minus f having the same magnitude parallel lines of action and opposite sense are cited to form a couple لو انا عندي two vectors مثلا هنا قيمتها سالب مئة وهنا قيمتها مئة يعني نفس المغنيتود لكن opposite sense إشارات سالبة والأخرى موجبة أو لو أردتم يعني بقدر أغير الاتجاه وأشيل من هنا حكاية الإشارة يعني طبعا هنا بتساوي مئة نيوتن على سبيل المثال وهنا نفس الشيء لكن في اتجاهات مختلفة وعندهم parallel line of action يعني خط التطبيق هذا وخط التطبيق الثاني هذا متوازين هذا رح يشكل مع بعض ما يسمى a couple a moment of the couple بيحسب بالطريقة التالية هو r a cross f مع r b cross minus f طبعا هنا طالما el cross product وقابل للتوزيع أيضا نقدر نضعه كعمل مشترك هنا الفرسة f وتصبح عندي r a minus r b cross f وهذا r a minus r b رح أسميه الفيكتور r طبعا هنا بالنسبة إلي الفيكتور r هو ما بين النقطة a والنقطة b r a هو ما بين الأو والأي والr b هو ما بين الأو والb عندي two vectors f وماينوس f طبعا هنا في النتيجة الأخيرة تقدر تكتب أنه المومنت بيساوي r f sine theta وبيساوي الفرس في ال distance أي القوة في المسافة وبالنسبة إلي distance d هنا هي اللي بتكون عموما عمودية على two vectors f and minus f طبعا كمثال بالنسبة للكابل عشان نبسط الحكاية لو عايز بتفك مسامير العجلة رح تطبق قوة في هذا الاتجاه وقوة في هذا الاتجاه متوازين وعندهم اتجاهات مختلفة يعني اتجاهات opposite متعاكسة لو أردتم لو طبقت f هنا رح تكون عندي minus f هنا وطبعا المومنت اللي رح تحسبه رح يكون الفرس في ال distance الموجودة هنا The moment vector of the couple is independent of the choice of the origin of the coordinate axis It is a free vector that can be applied at any point with the same effect وزاي ما تشوفوا هنا مثلا لو كان عندي حتى الفيكتور f هذا سواء كان موجود هنا أو موجود مثلا هنا وهنا على plan يبدو تكون متوازي للأول رح يعطيني في الآخر نفس النتيجة طالما أن الدوران في نفس النتيجة والمسافة من هنا نفسها two couples will have equal moments if f1 d1 بتساوي f2 d2 أول شي لو أنا عندي ال couple هذا في بلان وهذا في بلان ثاني طبعا هنا لو عندي الدستنس من هنا هنا بتكون نفسها d1 بتساوي d1 f1 معرفة d1 f1 بتساوي d2 f2 لو هي نفس النتيجة هنا رح يعطيني equal couples بالنسبة للحالة الأولى والحالة الثانية two couples lie in parallel planes and two couples have the same sense or tendency to cause rotations in the same direction طبعا هنا بالنسبة للأولى two couples lie in parallel plane يعني يكونوا لازم موجودين في plane متوازين الأول والثاني وأيضا لازم يكون الدوران في نفس الاتجاه مثلا في الحالة هذه ضد عقار بالساعة أو بالعكس لو كان الاتجاه مع عقار بالساعة في الحالة الأولى والحالة الثانية ثلاث أشياء مهمة عشان تقول أنه عندي equal moment بالنسبة لل couples لازم تكون عندي F1D1 بتساوي F2D2 وtwo couples بيكون عندهم planes متوازين وهنا أيضا بيكون دورانهم في نفس الاتجاه ترجمة نانسي قنقر